وأنا أبحث في موضوع حلقة اليوم وهو موضوع تحريم الخمر وجدت تشريع جميل وصريح وواضح من الله سبحانه وتعالى وأيضاً وأنا أبحث وجدت معلومة الكثير منكم راح يستغرب منها أن اليوم دولة أوروبية تتمنى أن تمنع الخمر في بلادها بسبب ضرر هذا الخمر على الناس ومعلومة أخطر للشباب أن نسبة 25% من الوفيات في العالم في سن الشباب سببها الكحول وأكثر ما شدني في هذا الموضوع هو حرص الله سبحانه وتعالى على مصلحة عباده ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا إلا به اليوم حاولت تكون زياراتي في الغالب خارج البلاد العربية الإسلامية حتى أعرف هل ينكرون آثار الخمر الصحية أم لا ثمانتعشر سنة وأنت مدمن للخمر كل هذه السنوات التي عشتها كيف كان أثر الكحول في حياتك عندما كانت نتعلي، نردنا مع أجدي نردنا أن نعرف في أجوال ونذهب إلى النساء، ونرق الكثير كما أرقب، كما أرقب، كما أرقب، كما أرقب، كما أرقب ونفعل الشيء أعجب بشيء يبدون أن أصبح أولاً أجوالي في الوقت الخمر في المصطلح الفقهي هو كل مسكر مهما كان نوعه و مصدره أي شيء يذهب عقلك و يفقدك عقلك هو خمر لذلك يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم كل مسكر خمر و كل خمر حرام و يقول عز و جل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام و رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه و هذا تحريم صريح من الله سبحانه و تعالى أي شيء يحرم الله سبحانه و تعالى يجب علينا أن نبتعد عنا من غير أن نسأل عن السبب لكن الخمر سبحان الله لا يختلف على ضرره و لا تحريمه عقل دكتور لما يشرب الإنسان الخمر يغيب عنا عقله يصبح لا يعلم شيء من حوله ماذا يحدث من ناحية الطبية؟ إنسان بيناه 3 درنلاتيه 1. akıl درنلاتي 2. akıl katmanı 2. duygu katmanı 3. düşünce katmanı 2. alkohol 3. alındığı ilk andan itibaren 1. damladan itibaren 4. önce akıl kısmını devre dışında bırakır 5. sonra duygu kısmını devre dışına bırakır 6. en son da davranış kısmını devre dışına bırakır 6. ama alındığı ilk andan itibaren 6. akıl devre dışındadır 6. dolayısıyla akıl devre dışında olduğu için 7. kişi duygusal ve davranışsal olarak 7. başlangıçta 7. coşar 8. artar 7. başka bir şey 수v connective 8. kaç bir şey 7. zelfs 2. tapi bir şey 1. Eğren bulunan 2. bu 7. kap Jordan 9. ne 10. math 1. yet عندما بدأت أبناء في الصباح أستطيع أبناء في 16 سنة هامشية إلى أبعد الحدود مع أنه كان إنسان كفئ قبل كده في عمله هل كان الخمر والكحول سبب من أسباب فصلة من العمل؟ أعمل كثير من الدول الغربية على نص قانون وتشريع قانون يخفف من الأضرار السلبية في شرب الخمر ولن يجد أفضل من التشريع الإسلامي الرباني في تحريم هذا الشيء لماذا يمنع القانون المواطن من قيادة السيارة وهو مخمور؟ نحن في عملية مختلفة في سنة في السنة التي تحتاج إلى الوزنة ومشارة الوزنة وهذا يعني أن هذه المواطنة في سنة لا يحدث في الوزنة في الوزنة عندما يتزوج الوزنة في الوزنة ويسألون من الوزنة في سنة بالنسبة للخمر هو متاح أن يشرب هنا لكن أعجبني كثيرا جدا أنهم أخذوا بعد التدابير من منطلق بشري وحفاظ على المجتمع وحفاظ على الأفراد أول شيء أن ممنوع بيع الخمر لأشخاص في سويت دون الثامن عشر الكحول أو المشروبات الكحول فيها نسبة الكحول أكثر من 3.5% تباع فقط عند شركة تابعة للدولة فأصبحت السويد تمنع التجارة بالخمر هي جهة حكومية وحيدة هي التي تبيع في أوقات محددة في أماكن محددة والجهة الرسمية لتبيع الخمر هي أيضا مسؤولة عن مكافحة الخمر فهي تعمل دعايات تمنع الناس من شرب الخمر ممنوع في السويد أن تعمل إعلان في التلفزيون أو الراديو لشرب الخمر ويشتري بالرقم الهوية وكم معين كذلك هناك أمر آخر حتى في قيادة السيارة لو أن إنسان معروف أنه يشرب الخمر يرغمونه على أن يكون هناك جهاز ينفخ فيه بحيث يعلم أنه إذا كان في حالة سكر أو في جسمه بقايا كحل أم لا فإن كان فيه موجود لا تضر السيارة التشريع الإسلام يبين أمور كثيرة في هذا التحريم مثلا علاقة شارب الخمر بالله سبحانه وتعالى لا تقبل لشارب الخمر صلاة أربعين يوم والإسلام يحرم أن يجلس الإنسان على مائدة فيها خمر وأيضا الإسلام يحرم أن الإنسان يتاجر أو يصنع الخمر ويحرم الإسلام أن الإنسان يعمل دعاية لهذا الخمر والإسلام وهذا التشريع في تحريم الخمر أنزل عقوبة وشرع عقوبة لشارب الخمر فأنا أقول للدول الغربية عليكم بهذا التشريع الرباني حتى لو ما كنتوا مسلمين فلن تجدوا أفضل من هذا التشريع لاحظوا معاي في السويد ما يبيعون الخمر لشخص عمره أقل من 18 سنة ولا يشرب الشخص الخمر في أوقات الدوام الرسمي ولا يستطيع أن يشتري الخمر إلا بهوية رسمية وبكمية محدودة وأمنيتهم أن يمنعون الخمر أصلا في بلادهم لعلمهم وليقينهم أن هذا الخمر خطر على صحة الإنسان وعلى إنتاجه بنفس الوقت من حرص السويد على علاج مدمني الكحول خصصت هذا المستشفى الكبير لعلاجهم وهذه المستشفى الكبيرة تعتبر من أكبر المستشفيات لعلاج مدمني الكحول في الدول الإسكندرافية أستاذ محمود ما هي طبيعة عملك في هذا المكان؟ نحن لدينا مدينة 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 في مدينة مدينة مثل إذا كنت أمت ألقوهول نحن لألقوهول بسبب علاج مدينة 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 وهم لا يريد أن يخرج منه هل يؤمنون الكثير من المعطانين من المعطانين والسيارات ومعطانين؟ ماذا يسبب ذلك؟ يتكلمني عن أحد 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 أصدقاء حقابي بجانب الى صنع ميزت بجانب في قطنى في التكتب في سنة وقاحات حول خلفا من قناة في حول خلاله وقاحات حول خلاله اخرى وقاحات حول خلاله ثم قائما كان في الحق الأول، وقاحات حول نحوال ما هي المشاكل التي ممكن تحدث من المخمول غير كيادة السيارة والمخمور نحن نشخة العقبات فرمضلا على السيح الملك في هدوة المخمول ولكن في كل tempting يسأل إ هذا المخمول في الوقت لوجه الله وحسب أن يحصل على الآن في نهاية الوحوات جميع الوحوات تأتي بشكل مفيد هذا هو مفيد كل كل حبيث أو أي شيء في دارار علينا في هذه الدنيا الله عزوز و جل حررنا علينا ولكن العجيب في تحريم الخمر أن الكاليد من نظرر مثل كثرته وهذا ما قال نبي صلى الله عليه و آله و سلم ما أسكر كثيره فقاليده حرام دكتور وشرب الخمر هل فعلا يؤثر على على الجسم الإنسان القول لدينا أيضا من الألخاب والعبادات وبعض السبب ولكنه يأتي بها ضروره من الألخاب المعادة من الألخاب المعدة بأن تتبه من الألخاب والعبادات العبادات بكثير متأكد كيف تعلق للمدمنين المخدرات والكحول في هذه المعارات المؤسسة؟ الخمر لها أضرار نفسية كثيرة وهو سبب في تعطيل كثير من أجهزة الجسم بل يدخل في أكثر من ستين مرض للإنسان ولكن الغريب أن هناك إحصائية لبعض الدول الإسلامية والعربية مخجلة جدا لا تعكس التحريم الرباني لهذا الخمر هناك دولة إسلامية عربية يصل معدل الفرد فيها في استهلاك الخمر أكثر من 26 لتر في السنة وهذا طبعا رقم مخيف ومخجل نحن نتعلم في المرحلة هنا في برمينغم نحن نتجمع في المرحلة الإسلامية في المرحلة الإسلامية يمكن أن يكون مرحلة في كل مكان يكون مرحلة من أجهزة لذلك نستخدم الإسلام في المرحلة والمخجلة لو يعلم كل إنسان يشرب الخمر أنه يشرب سم لذلك أثبتت الكثير من الدراسات الذي يصنع الخمر حتى لو ما يشرب الخمر فقط لاستنشاقه أبخرة هذا الخمر يصاب بالتهاب في القصبات الهوائية والرئة لذلك الحكمة الإلهية في تحريم هذا الخمر الله سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوه يعني مو بس ما تشرب الخمر اجتنب هذا الخمر لضرر الكثير فقط لا تشرباته تخيل معي أن 3.3 مليون إنسان في العالم يموت سبب الوفاة شرب الخمر يقتل من غير أن يشعر حوادث سيارات تليوف الكبد لذلك يجب علينا أن نعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى فينا أن أنزل علينا هذا التشريع في تحريم الخمر اخلوك يا الله بعثارني في لجة العمر ليل نبضه راهكم من شرب خمر الدنيا ثم لم يتوب منها حرم منها في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة فيها خمر الجنة فيها أنهار من خمر يقول الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين خمر الآخرة وخمر الجنة ليس كخمر الدنيا كل شيء سيء في خمر الدنيا غير موجود في خمر الجنة فهو لذة للشاربين لا صداع ولا ألم في البطن ولا ذهاب للعقل يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون الله يرزقنا وياكم خمر الجنة